السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الكلمات سيعودك الله خيرا مما فقدته والله نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث العجيب والجميل الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها الله أكبر الحقيقة يعني الإنسان لما يبتلف هذه الحياة والحياة مليئة بالبلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح إن عظم الجزاء مع اللي اتنين مع بعض مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم اللي ربنا بيحبه بيبتليه واللي مش بيحبه سايبه بقى كده سبحان الله يعني بيعافيه ويعطيه كل شيء ويؤخر له العقابة يوم القيامة شو بديه؟ وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وبعدين النبع للسلام في حديث آخر يقول إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا الله وإذا أراد بعبده شرا أجل عذابه إلى يوم القيامة يعني لبنا لما يريد بالعبد خير يبتليه في الدنيا يعجل له العقوبة في الدنيا إنما لو أراد به شرا عيازا بالله يجعله يعني إذا كان على معصية يتركه في تلك المعصية لا يعاقبه بل يعافيه ويؤجل عذابه إلى يوم القيامة لشان كده الإنسان يفرح حينما يعاقب في الدنيا أو يبتلى في الدنيا كل دي علامات محبة من محبة الله عز وجل لهذا العبد فالعبد إذا أصيب بمصيبة وما فيش حد في الدنيا مش مبتلى تقريبا يعني أغلب الناس في بلاء تمام؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد في تعب ومشقة وبلاء فالإنسان إذا ابتلى ببلاء فأول حاجة يعملها الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إيه اللي بيحصل؟ آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ناخد المثال العملي للحديث ده ناخد المثال العملي بس ما فيش حاجة عندنا ببلاش صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن أم سلمة وأم سلمة كانت بتحب زوجها جدا اللي هو أبو سلمة رضي الله عن أم سلمة وأبي سلمة فكان بتحبه جدا فوق ما تتصوره وكانت ما شاء الله كان ما بينهم حياة طيبة مليئة بالود والمحبة والعطف والرحمة والحنان وبعدين مارض أبو سلمة ونام على فراش الموت فقال لها أبو سلمة يا أم سلمة إذا متت فتزوجي أنا خايف أسيبك لوحدك أنت والولاد فقال إذا متت فتزوجي فردت عليه أم سلمة بكلمة نادرا ما نسمعها في هذا الزمان يعني النهاردة لو واحدة مثلا زوجها على فراش الموت ويقول لها مثلا لو مط بإجواجة تقول له إن شاء الله ربنا يكلب بس أنت تكلع توكل أنت يا حبيب إن شاء الله وربنا يرزقنا إن شاء الله إلا من رحم الله طبعا يعني لكن شوف أم سلمة ماذا قال بله إذا متت يا أم سلمة فتزوجي فقالت له وهل أجد خيرا منك يا أبا سلمة هو أن هلأ حد زيك يا أبا سلمة فالمهم فلما مات أبو سلمة قال النبي الأم سلمة ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إن لله إن إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها فأم سلمة لما مات أبو سلمة قالت وهل أجد خيرا من أبي سلمة طبعا هذه الدعاء ده إزاي قالت ولكن كان لابد من هذا الدعاء لأمر النبي بذلك لأن النبي قال لي أعملي كده لازم أعمل اللي النبي أمر به الله على الامتثال الله على الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي أي في موت أبي سلمة وأخلف لي خيرا منها إيه اللي حصل بقى حبيبي تخيلوا تخيلوا المفاجآت التي جاءت لأم سلمة تقدم لها أفضل رجل على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين اللي هو أبو بكر الصديق تقدم لها ليتزوجها فرفضت وقالت لا أجد خيرا من أبي سلمة مع إنه يقينا أبو بكر أفضل من أبي سلمة بكثير لأن أبو بكر هو ثاني اثنين هو أفضل رجل في الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاءت المفاجأة الثانية تقدم لها عمر بن الخطاب فقالت لا أجد خيرا من أبي سلمة رفضت أبي بكر الصديق ورفضت عمر بن الخطاب فجاءت ده أكبر مفاجأة هدية من عند الله سبحانه وتعالى فتقدم لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ده بتلك الكلمات التي قالتها فأخلف الله لها خيرا مما فقدته فأرسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم من تقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبك للزواج يا أمة سلمة فقالت مرحبا برسول رسول الله يعني المرأة التي جاءت من عند النبي هي يا رسول من عند رسول الله فقالت مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أجد خيرا من النبي محمد بتدارش بها تلكلمة بقى ده النبي صلى الله عليه وسلم قالت وهل أجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عندي ثلاث مشاكل إيه هما بقى قالت لها التالت مشاكل وإيه راح تنقلتها للنبي صلى الله عليه وسلم المشكلة الأولى قالت لها إني امرأة كبيرة في السن أنا منش بنت صغيرة كده النبي يعني هيعيش معها ويستمتع بالحياة معها أنا ستة كبيرة في السن فقالت لها أما أنا فامرأة كبيرة في السن طب المشكلة التانية وإني مصبية يعني مصبية عندي صبيان عندي أولاد كثير تمام والمشكلة التالتة وإني امرأة غيرة عندي غيرة شديدة لا أتحمل إن أنا يكون لي درة فما أظنكم لو كانوا بقى تمانية يعني هما تسع نساء تمام فهما أستحمل إزاي إن أنا أعيش في وسط تسعة تمام يعني تمانية غيرها فذهبت المرأة وأخبرت النبي بذلك صلى الله عليه وسلم فقال لها قولي لها أما عن سنك فأنا أكبر منك سنة يعني كنت أنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك إيه المشكلة وكأنه يقول لها طب ما أنا قبل كده وأنا عندي خمسة وعشرين سنة صلى الله عليه وسلم تزوجت من خديجة وهي عندها أربعين سنة فزاي أن أنت بتقولي كده إذا كنت أنت أصغر مني في السن قال أما عن السن فأنا أكبر منها سنا وأما أنها مصبية يعني عندها أولاد فلست أنا برازقهم بل الله عز وجل يرزق من يشاء وأما عن الغيرة فأسأل الله عز وجل أن ينزع الغيرة من قلبك فنزع الله الغيرة من قلبها وتمت الموافقة على الزواج وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أما للمؤمنين وزوجة لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لتكون زوجة له في الدنيا وفي الآخرة شفتوا بقى النعمة بقى الجميلة دي إن بهذه الكلمات البسيطة ربنا يعوضكم خيرا مما فقدتم ويأجركم في هذه المصيب يعني تاختوا الأجر والثواب بفضل الله وفقد كل ربنا يعوضكم عن اللي فقدتوا واحد فقد ماله الحمد لله إن لله وإن لي راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا مني ياخد الثواب والأجر لأنه رضي بقضاء الله وربنا يخلف عليه بمال أكتر من اللي فقده واحد مثلا مات ابن الله الحمد لله إن لله وإن لي راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها فربنا يعطيه الثواب والأجر كما قال المولى عز وجل في الحديث الكدسي الذي رواه البخاري من أخذته صفيه يعني حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنب خد الأجر والثواب فوق ده كله ربنا يخلف عليه بإنه يخلف ولد واثنين وثلاثة واربعة ويكونوا أولاد برين بفضل الله سبحانه وتعالى واحد مثلا فقد وظيفته الحمد لله إن لله وإن لي راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ربنا يعطيه الثواب ويعواضه بوظيفة حسبينها واحدة فقدت زوجها طلقها الحمد لله إن لله وإن لي راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ربنا يعطيها الأجر والثواب ويرسل لها زوجا أفضل من الأول ألف مرة شفتها دي فأوعى تنسى هذه الكلمات أي حتى يصب بأي مصيبة أيا كانت فيقول ما أمراه الله به الحمد لله إن لله وإن لي راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها ده كلام مين ده كلام الحبيب المصطفى مسدق النبي طبعا مسدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشف مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين وأن يجبعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته